بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم في كل وقت وحين اللهم آمين اتكلمنا في اللقاء السابق في موضوع حماية النشق والشباب من الانحرافات الأخلاقية والسلوكية وتكلمنا برضو عن مدى اهتمام الشرع الشريف بالنشق وعناية الشرع الشريف بالنشق عناية شديدة جدا لأنه جات كتير من التوجيهات الشرعية في رعاية هؤلاء النشق وأشرنا إلى ما جاء مثلا من توجيه للأهل والمربين بضرورة رعاية النشق وضرورة إن إحنا نبقى حارسين دايما على إن إحنا نوجههم ونربيهم ونرشدهم لما فيه صلاحهم في الدنيا وفي الآخرة فيفوزوا بحسنة الدنيا وحسنة الآخرة كمان الشرع الشريف حض المعلمين المربين الآباء والأمهات على إن إحنا نحرص على وقاية النشق من كل ما من شأنه إنه يؤدي بيهم إلى الفساد أو الضياع أو الخسران ولأن الرعاية والمسؤولية اللي طلبها الشرع في الحديث الشريف وألقى بيها الشرع على كاهل كل إنسان في موضع ويحمل فيه أمانة كما هو وارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إلى نهاية الحديث الشريف إنه العناية والرعاية والمسؤولية اللي بتلقى على كاهل الأباء والأمهات والمربين والمعلمين مش بس المسؤولية في الأمور المادية إنما هي بتتعدى إلى ذلك بكثير وكثير إنما تشمل الأمور المادية وأمور الأدبية يعني أمور التربية أمور التوجيه أمور الإرشاد والنصح وقد أحكم النبي عليه الصلاة والسلام بيان هذا الأمر في عبارة وجيزة جدا فيما أخرجه ابن ماجة في سننه من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم هذا توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام شامل كامل إحنا بس عايزين نعيش مع معاني هذا النور النبوي الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يعني إيه أنت هتكرمهم إزاي إكرام الأولاد بيتكون وبيتحقق بإنك تقوم بحقوقهم تقوم بما يجب لهم من غداء كساء دواء تعليم كل ده مطلوب وكويس جدا لكن ما يحملناش أو لتحملنا الشفقة على الولاد والحب ليهم لأن إحنا نكتفي بس بالحاجات المادية الظاهرية بس أن أنت بقى بتلبسهم كويس وأن أنت بدخلهم مدارس معرفش إيه وأن أنت بتجيب لهم أفضل أكل وأفضل زي بيظهروا بيه كل ده جميل لكن الأقوى من ذلك معده يعني إنت هتقوم بالواجبات الواجبات المادية تجاه أؤلاء الأولاد لكن في نفس الوقت ما تهملش تقومهم ما تهملش تأدبهم عشان كده جاء التوجيه النبوي الكريم بقوله صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم في بداية الحديث وأردفها بقوله وأحسنوا أدبهم يعني كفوا أولادكم عن أن هما يعملوا المعاصي والمحرمات يعني علموهم الحلال من الحرام عشان يطهروا نفسهم عما لا يليق من سيء العادات وقبيح الكلمات والعبارات عودوهم على التزام القول والفعل الحسن ده دور قوي ومهم لأنه في هذا الزمان انتشر فكرة أن احنا الشكليات هي أهم حاجة فبقينا نهتم بالجانب الشكلي والمظهر فقط من غير عناية بالجانب النفسي والجانب العقلي والجانب الروحي دي أمور جوانب مهمة بتشكل يعني جزء أصيل بل أجزاء مهمة وأصيلة في تكوين شخصية الصغير ده اللي هيكبر بعد كده فإذا احنا حبينا ننظر إلى توجيهات الشرع الشريف بشأن ما ورد في تنشئة وتربية الصغار أهم ما ورد من توجيهات الدين الحنيف للوالدين والمربين عند تربية النش وتعلمهم مثلا ما جاء في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع فجاءت توجيهات مهمة بشأن الأمر بالصلاة للصبي وهو ابن سبع سنين دا توجيه له أنا برب ابن الصغير دا بوجهه إلى الخير عشان يعتاد على الصلاة فما تسقلش عليه لأنه لو ما تعودش عليها منذ الصغر حتسقل عليه عند الكبر فأنت بتعينه على العبادة لما تعودوا عليها وهو صغير فلا يتكاسل فيها عند الكبر ورد عن الإمام الشافعي أنه قال رضي الله عنه على الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة التأديب بتقوله دا صح دا غلط هذا حلال هذا حرام بتأدبوا على محاسن العادات ومحاسن طرائق التعامل مع الناس فده تأديب مهم يقول إيه وما يقولش إيه المفروض يتصرف إزاي في الموقف الفلاني لما يدخل على حد يستأذن عليه لما إنه قبل ما يزور إنسان يتصل يستأذن يزوره ولا مناسب تروح له ولا ما تروح لهش أما يجي يدخل عند حد ما يحملقش النظر في بيوت الناس ولا ما عند الناس لا المفروض يبقى حقيقي النظر لما يتكلم صوته يبقى خفيض ما يعليش صوته قوي ولما يتكلم مع الناس ينتقي العبارات ولما يتكلم مع كبار السن يعمل كذا ومع اللي في سنه يعمل كذا ومع التابعين اللي عندهم في البيت اللي بيشتغلوا عندهم يتعامل إزاي يعطي لأسد زيته يتعامل معاهم إزاي كل دي التأديب اللي أنت بتأدبه واللي سيدنا الإمام الشافعي يعني من وحي ما فهم من الوحي الشريف بيأكد على إن دا دور مهم وخطير الأباء والأمهات يقوموا بيه وإن هم كمان يعلموهم الطهارة والصلاة إحنا نتعلم إزاي نتوضى صح ونوري أولادنا إزاي يتوضوا صح إحنا بنتعلم السيدات مع الفتيات بالذات عند الحيض لما يجيلها تجيلها الدورة الشهرية إزاي بعد كده أنها تتطهر من الدورة الشهرية وعشان تبدأ في أداء القيام بالعبادات وغيرها من ألوان الطهارات الطهارة التي يجب أن يكون عليها المؤمن والتي هي شرط من شروط صحة الصلاة وصحة العبادات اللي الإنسان بيتوجه بها إلى مولاه يبقى لازم أتعلم ده عشان أعلمه لولادي وبعد كده برضو أعلمهم الصلاة ولما يجي أعلمهم الصلاة إنها مش شيء كده بيصلوا كده كروتة ويجروا لا ده بواقف منصوب القامة يكبر بثبات ويستشعر كلمة الله أكبر فإذا قرأ الفاتحة يقراها بالراحة وإذا بدأ يهوي إلى الركوع ينزل إلى الركوع يقول التسبحات بتؤدى فإذا هوى إلى السجود يقول التسبح وهو متذوق للتسبح ويؤدي الحركات أركان وسنن الصلاة وهيئات الصلاة بهدوء أنا لما أعلموا الطهارة للصلاة وأعلموا كيف تكون الصلاة وإني أأديها بالراحة فأعينوا على إقامة الصلاة ما هو ده الوجه اللي أنت بتحاول تاخد بإيد ابنك إنه يشارف الكمال في شكل الصلاة التي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام فأنا زي ما بقدبه على محاسن ومكارم الأخلاق وزي ما بعلمه العبادات أعلمه إزاي يتطهر أعلمه إزاي يصلي في نفس الوقت أنا في كل ده على طول بشجعه وباخد بأدين حصل تقصير بيبتدي فيه نوع من العقاب الإشارة في الضرب في الحديث هي وجود العقاب على ترك الصلاة مش لازم هذه الصورة لكن ما في معناها من أن يكون فيه تأنيب أن يكون فيه عقاب على ترك الصلاة فيه مؤاخدة على ترك الصلاة عشان يتعود إن ده أمر لابد أن يلبي نداء الكريم فيه ويؤديه على أكمل وجه قدر طاقته ويؤب معونة الآباء والأمهات التوجيه ده بالأمر بالصلاة الوارد في الحديث النبوي الشريف متفق تماما مع قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا ومتفق مع قول النبي عليه الصلاة والسلام مع الأمر الوارد للنبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم وأمر الأمر من الله أمر الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم كما في القرآن الكريم وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها وربنا سبحانه وتعالى أثنى على نبيه إسماعيل عليه السلام بقوله وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاء إلى نهاية الآية الكريمة ليه؟ القيام بدور التوجيه أخذ بأدين أهل بيتي إلى طاعة الله تعالى وإلى محاسن الآداب والأخلاق بل إحنا عايزين نقول أنه من أهم نصائح سيدنا لقمان لابنه أنه أمر بإقامة الصلاة ومعنى إقامة الصلاة المعنى اللي كنت بتناقش فيه مع حضرتكم منذ قليل إزاي بخليه صلي ويدّي لكل ركن في الصلاة حقه والهيئات تؤدى بطريقة فيها تؤدى ده معنى إقامة الصلاة حتى تؤتي الصلاة ثمرها قال الله تعالى على لساني لقمان لولده يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور دي في وصايا لقمان لابنه كمان أنا لما بعود الصغار على الصلاة وإنه بيصلي في اليوم خمس مرات وإنه بيؤدي هذه الصلاة بالصورة التي قدر الطاقة بنحاكي فيها أداء النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة فبنؤدي الصلاة بالراحة وبنقرأ القرآن بالراحة فيها والتسبيح كذلك وبنبقاش بنجري حنا بنؤدي الصلاة فبنؤديها على هذه الهيئة الطيبة بتهدف إلى إنه بتزرع فيه قيم أخلاقية كثيرة زي الصلاة بتجتمل على القرآن الكريم وتجتمل على الذكر والذكر ده لي بركة مع الذي يردده فبتؤدب الصلاة عن طريق حفظ فاتحة الكتاب وترددها وفاتحة الكتاب اللي هي الشافية الواقية وقيلة فيها الكثير والكثير وعن طريق إن أولادي بقى بيحفظه كتير من الصور القرآنية مش بس بحفظ ثلاثة أربع صور وبس نعم تجزئه الصلاة ويكون أداها لكن أشجعه إنه يحفظ وإنه كل ما يحفظ يصلي بالله حفظه فده بيخليه يحفظ كتير من الصورة القرآنية وبعض حتى الآيات اللي ممكن بيقرأها بعد صورة قراءة الفاتحة في الصلاة وعن طريق كمان سماع القرآن أنا بقدب ولادي من الإمام لإني حاخده معي المسجد فيسمع الإمام هو بيصلي في الصلاة الجهرية فيستمع إلى القرآن لعل آية تفتح له أفاق كده تسمع في قلبه فتفتح له آفاق من النور وعن طريق إنه بيسمع خطبة الإمام في صلاة الجمعة أثناء مصاحبة الطفل لوالده أو إنه هو نفسه بيحضر عشان يشارك في صلاة الجماعة أو في صلاة الجمعة أو في صلاة العيدين بعد أن يعتاد على الصلوات الخمس الأمر بالصلاة إن إحنا نعود ولادنا على الصلاة والأمرهم بذلك والصبر على ذلك بيحتاج مننا هدوء وبيحتاج مننا متابعة ونفس طويل يعني الأمر بيحتاج إلى صبر شديد ومتابع أتابع صلى ولا ما صلاش أدخل البيت أسلم واحتضن أولادي وإننا الحب والرأفة واللين هو الأساس في التوجيه والتعليم والمتابعة صليت النهاردة صليت قولي صليت كم صلاة طيب إنت لو أنا في نص اليوم صليت إيه صليت ولا ما صليتش العصر هم عايزين كده طب تعالى قول نصلي نروح المسجد مع بعض طب تعالى نصلي مع بعض إحنا جماعة في البيت أيما كان صورة المتابعة لكن المتابعة مهمة جدا في تربية النش وده كان منهج سيدنا الرسول الله عليه الصلاة والسلام فقد كان صلى الله عليه وسلم يسأل عن ذلك وارد في سنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما سيدنا بن عباس حصل معاه الموقف ده وهو غلام فبيقول سيدنا بن عباس أنا بيت نمت عند خالتي ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباس هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام حبر الأمة فجاء هو بيحكي لما بات عند خالته ميمونة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أمسى فقال أصلى الغلام فردوا عليه أهل البيت وألولوا نعم فده معنى المتابعة نتابع ولدنا صليت النهاردة صليت النهاردة طب تعالوا نصلي مع بعض المشاركة في أداء العبادة صلاة الجماعة فيها مفاهيم ومعاني كتيرة مهمة أهم من أهم معانيها الخطيرة والمهمة المشاركة في أداء العبادة إن إحنا نبقى كلنا مع بعض وإحنا بنؤدي الخيرات فلازم يعني على الأب والأم والمربين السؤال عن ذلك متابعة وتشجيعا لأنش الصغير وقول النبي عليه الصلاة والسلام هنرجع بقى للحديث اللي هو الأصل الباب معنا النهاردة أو اللي إحنا كنا بنتكلم فيه النهاردة تتمت حديث رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام بعد أن أمرنا مروا أولادكم بالصلاة لسبع إلى أن وصل إلى قوله إلى قوله صلى الله عليه وسلم وفرقوا بينهم في المضاجع يعني بين البنين والبنات في المضاجع في المراقد لما يجوا يناموا في المراقد في راش المبيت ما خليهمش يبقوا نايمين جنبوا بعض يعني المضاجع يعني المكان النوم فإحنا من الأدب المهمة إن إحنا التفريق بينهم ما أمكن عند النوم ليه؟ لأنهم إذا بلغوا عشر سنين خلاص بقوا قربوا أو وصلوا يعني قربوا من سن البلوغ فأنت تخاف عليهم من إنه الفساد فالتفريقة بينهم في المراقد في هذه السن بتعود يعني بتعودهم على الخير ومباعدة لهم عن الشر أو أي باب من أبواب الشر لأن النوم في مظنة انكشاف العورة لو بنت نايمة جنب الولد أو حتى الولد والولد والولد والبنت والبنت نفرق بينهم جميعا في المضاجع مع إنه مظنة انكشاف العورة ينكشف منهم شيء كده أو كده فمن ثم جاء التوجيه النبوي بذلك إنه لا ينبغي التساهل من قبل أولياء الأمور بإنه هم يسيبوهم كده نايمين مع بعض لا التفريق بينهم في المضاجع عشان يعودوا الصغار على ذلك على إنه فيه احترام لكل شخصية منهم وكل واحد ليه خصوصيته وإنه الخصوصية دي مهم جدا إنها تصان بحيث يبتعد بعضهم عن بعض أثناء النوم ولا يكون هناك أي نوع من أنواع التلاصق أو التقارب إنه ممكن يحصل معاه شيء لا تحمد عقبة لكن هناك من أهل هذا الزمان من لم يلتفت إلى هذه التوجهات النبوية فحصل بعض الخلل السلوكي نسأل الله تعالى السلامة من الزلل والتوفيق لصالح العمل على وفق ما تريده الشريعة الإسلامية المطهرة وختاما عيزة أقول وأذكر إنه يجب على أولياء الصغار من الوالدين الأب أو الأم أو المربين إن إحنا نأهلهم للقيام بالتكاليف الشرعية قبل البلوغ يعني أعودهم العادات والعبادات الطيبة قبل ما يبلوغ عشان تسهل عليهم بعد كده لما يكبروا يبلوغ وده يقتضي من المربين من الوالدين ومن المربين تعلمهم وتأدبهم وتعودهم على مكارم الأخلاق وعلى فضائل الأخلاق وعلى إنهم كمان بعودهم على ترك مساوئ هذه الأخلاق وإن إحنا بنربيهم على أداء العبادات منذ نعومة أظفارهم والتمسك بالأداب الرفيعة الطيبة عشان يشبوا ويكبروا ممارسين لها متمرنين على القيام بها بمنتهى السلاسة والسهولة وديما الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى المعونة ليوفق فيما يريد فيعطى ما يريد وفوق ما يريد